اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح صلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين اي انها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف حيث يؤتم تاركها وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم واولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل عدد الركعات لفرض صلاة المغرب يبلغ عدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات اثنتين منهم جهرية وواحدة منهم سرية وتشمل هذه الركعات الثلاث على تشهد اوسط يلي اول ركعتين منها وتشهد اخر يكون في نهاية الركعة الثالثة عدد ركعات السنن الرواتب لصلاة المغرب السنن الرواتب المؤكدة مع صلاة المغرب هي ركعتان بعدها اما السنن الرواتب المستحبة فهي ركعتان قبل صلاة المغرب وقت صلاة المغرب يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس وقد أجمع علماء المسلمين على أن أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم أما كل من الإمام الشافعي والإمام يحيا وغيرهم فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام واستدلوا على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها ومن المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أن تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه قضاء صلاة المغرب تقضى صلاة المغرب الفائتة في وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة العشاء حيث يبدأ المصلي بصلاة العشاء ثم ينهيها ويبدأ بصلاة المغرب بعدها كيفية أداء صلاة المغرب الركعة الأولى يفتتح المسلم صلاته بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ صورة الفاتحة وما تيسر من آيات القرآن الكريم ثم يركع ثم يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية مع الفصل فيما بينهما بجلوس قصير ثم يقف المصلي لأداء الركعة الثانية الركعة الثانية تصل الركعة الثانية كما صلية الركعة الأولى ويزيد المصلي عليها بأن يقرأ التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية ثم يقف لصلاة الركعة الثالثة الركعة الثالثة تصل ركعة الثالثة كما صلية الركعة الثانية مع قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية ويختم المصلي صلاته بالتسليم عن اليمين أولاً ثم عن الشمال انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات اشتركوا في القناة